دكتور يعني الآن الإسلام دين منظم دين في قوانين في أحكام المعصية لها يترتب عليها أحكام يترتب عليها قانون وفي ذات الوقت الأصل الستر يعني عشان بس نكون فاهمين الموضوع بشكل أكبر إذا عصيت في السر فالأصل السر يبقى لكن إذا ظهر للعلن الأصل يقام الحد صح أو غلط ولا المعاصي تختلف في الأحكام هذه من طهر الدين أنه لا يكسر سترا لا يكشف سترا ولا ينتهك بيتا لو إنسان يسكر في بيته ليس لي أن أعاقبه رب لي بعاقبه لكن لو خرج خارج منزله وشرب خمرا في البيئة العامة لا هذا داعي فساد فيعاقب ليس لنا أن نفتش أسرار الناس ولا بيوتهم ليس لنا أن نتجسس على أصحاب المعاصي في معاصيهم لأن كل إنسان رح يغلط ولكن المطلوب مني أن أحافظ على الجو العام مطلوب مني أن لا تشيع الفاحشة في مجتمعي في الذين آمنوا ولكن حرام علي أن أكشف سترا ستره الله عز وجل سواء في حق الغير أو بحق نفسي بحق الغير أتجسس هذا حرام ولا تجسسوا ما إلي فيه ما إلي علاقة الإسلام عمر ما دور وراء الناس والإسلام عمر ما خبط على باب بيت أو اطلع من الشباك شو بتعمل عمر ما عملها هذا في حق الناس ممنوع وبحق أيضا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى يعني مغفور له إلا المجاهرون قالوا من المجاهر رسول الله قال الذي يصيب ذنبا فيستره الله ثم يأتي فيقول فعلت وفعلت لا أنت صلت دعائي للذنوب متنقلة فهذا الله عز وجل يعني باب التوبة عليه مضيق مش من يقول لا يغفر له مضيق عليه لأنه كشف ستر نفسه فالإسلام لا يبحث في النوايا تتعرف شو مشكلتنا اليوم أني أقولك ما لم تقل وأنسب إليك من الفعل ما لم تفعل بيجيك واحد بيقولك أنا مست بيقوله لا 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 أنت شكلك كافر أنت شكلك من برة في شكلك كافر فيجب عليك نتشاهد الشهادتين مشكلتنا اليوم بنكون قاعدين في قاعدة والله شكلك ما بتصلي ياك أنت شفتني ما بصلي شفتني ما بصلي والله شكلك كذا وكذا يوم الأيام كان في عندنا في الأردن دفع فواتي الكهرباء والمياه تتم في البنوك تتم في البنوك فأنا كواحد مواطنين بروح أدفع في البنك لقاني واحد واحد طالعين قال لي شيخ عشان خاطري عندك لا ترجع تدفع الفاتورة في البنك احكي معي تلفون أنا باجي بأخذها وبروح أدفع لك إياها فأنا مستغرب بقول ليش قال لي مين بدي يصدق اليوم إنك مش ما أخذ القنط ضربة وجاية تسدي القصد تبعه فإحنا مشكلتنا نقول بعض ما لم نقل فبصلي قدامي قلت خربان وخرباني بلا منها ترجمة نانسي قنقر